الجو والأتموسفير نفسه اللي حوالين المنتخب وفيتوريا مهم جدا التهيئة تبقى كويسة جدا في عملية دعم في عملية رفع معنويات في عملية تلبيت طلبات كل الحاجات دي كلها يعني طبعا برضو بالحديث مجموعة مصر مرة تانية مصر بوركينة فاسو غينيا بيساو سيراليون سيوبيا جيبوتي لا انت شافة كابتن المجموعة انت تخاف من نفسك بس انما انت طول ما انت كويس مفيش حد ممكن من الفرق دي الفرقات بيننا وبين الخمس فرق كبيرة كبيرة لكن هيقرب المسافات انك انت في اي مطش من المطشات تفتكر انك بتلاقي فرقه انت عالي عليها هنا لازم الاهتمام من كل الناس من اللي قاعدين على الكراسي قبل من الشغالين بزافل في الفن برضو احنا برضو عشان نذكر حضراتكم برضو يعني نظام التصفير احنا عارفين تسع مجموعات اول كل مجموعة هو اللي حيتاهل مباشرة لكاس العالم يعني تسع اوائل تسع منتخبات هتبقى خلاص وصلة رسمي لنهائيات كاس العالم وبعد كده حيبقى فيه فرصة لأفضل اربع تواني من التسع مجموعات افضل اربع تواني حيلعبوا مع بعض حيطلع منهم في الاخر فائز واحد حيبقى له فرصة المشاركة فيه ملحق فيه تصفيات عالمية تانية فيه معقرة تانية ممكن يبقى فيه الحالة دهية يبقى لو قدر اوكازيون طبعا يعني انت بتتكلم تسع وصلين وواحد حيطلع من الاربع تواني اللي حيصفه مع بعض ممكن مع تصفية تانية معقرة تانية يبقى له فرصة يعني ممكن عشر فرق من افريقيا يبقوا متواجدين فاعتقد ده اي ممكن يعني دي فرصة والشكل الجديد بتاع التصفية فرصة واسعة كبيرة جدا وتصنيفك بعيدك يعني تصنيفك في الحتة اللي انت فيها بعيدك طبعا ان انت بتخش مع ناس عشان كده انا بقول هي المرحلة دي رغبة اهميتها لكن هو التفكير والشكل على المدى البعيد انت ازاي تظهر في كاس العالم ان شاء الله انك ما تفكرش يعني التفكير في انك توصل في كاس العالم بقى اسهل كتير لكن التفكير لازم والاعداد والشغل كله يبقى ازاي هنروح فين في كاس العالم طيب احنا هنا كابتن بنقول يعني ازا كنا اتكلمنا على المساكين فبنقول فيه هنا علي جبرو عبد المنعم و احمد سامي و رامي ربيعة الرباعي اللي موجود دقيبة كويسة شغالة معنديتها بشكل كويس ولكن برضو عايز اكلمك على المشكلة الاصلية اللي عندك ان انت غياب الوينش و غياب حجازي مشكلة شايف ان دي تأثر على المساكين هو حجازي نزل التمرين من النهاردة او مبارح اتمنى انه انه يلحق بطولة افريقيا بشكل فت و كويس يعني رغم انه انا قلقان شوية من انه رجع بدري شوية عن المعدل بتاع الصليبي ست شهور تقريبا مش تسع شهور لكن اكيد هو مش هينزل الا ما يكون واخد تصريح طبي متكامل يعني ايه اللي يلاك يا كابتن ضية من منتخدنا على مدار المباراة اللي انت تابعته فيها دي كلها شايف ايه اكتر حاجة لفتت نظرك ان فيها نقص في منتخدنا السرد بكات السرد بكات طبعا ده مزعجة يعني مزعجة بشكل كبير و دايما حظنا بتيجي على المنشاط المهمة وبطبع يعني احنا في وسط بطولة افريقيا فقدنا حجازي وبداية بطولة افريقيا فقدنا الوينش هسنزول الحجازي النهاردة التمرين ده هتخليه مثلا يديك امل انه يبقى موجود معك مثلا في بطولة افريقيا اه طبعا لانه المفروض انه لما ينزل النهاردة هو هيبقى بيجهزوه عشان كسر عالم الاندية كسر عالم الاندية في اتناشر في اتناشر انت اخذ بالك فيعني لو ان شاء الله بامر الله يلحق هيكون معاه هيبقى موجود معاه او صرته في التمرين اهو طبعا بنقول له الحمدلله على السلامة لعيب من اللعيبة المهمة جدا 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 من اللعيبة المهمة جدا يعني فان شاء الله يلحق فيحل لك مشكلة كبيرة جدا